نحو هذا المستشفى يقبل المرضى من أنحاء مديرية طور الباحة والمديريات المجاورة لها للاستطباب بالمستشفى العام بمحافظة لحج الذي يفتقل لأبسط المقاومات الطبية يتوسل المرضى هنا شيئا من الأمل الطبي كتعويض لتدني حالتهم الصحية لكنهم يلبثون طويلا ولا يجدون حاجتهم من العلاج أحمد الملقى هنا على سرير المهمل وهذا المغمى عليه بالغرفة المجاورة لأحمد لا يحصلون على خدمة طبية تجنبهم نوبات الإغماء وصراعهم المستميت مع إصابة أحدهم بمرض الأعصاب تظهر غرف المستشفى والأسرة المهشمة فيها غير صالحة لتقديم الخدمات الكافية للمرضى خصوصا وأن غرفة العمليات قد توقفت منذ خمسة أعوام تقريبا كما يقول البعض هنا أما ما يتعلق بالكادر الطبي فهو يغيب تماما بالإضافة إلى ما يعانيه المستشفى من شحة في الإمكانات اللازمة لتشغيله يبدو حال المرضى هنا شبيها بحال هذا المستشفى الوحيد بمدينة طور الباحة يصارع المرضى للخلاص من المرض فيما يفتكر الآخر لأبسط متطلباته الطبية لخدمة مرضاه موسيقى